اشتركوا في القناة 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 وهو صغير السن البعض يرى ان السفر سجل سنة 433 قبل الميلاد سفر ملاخي كتب في ظروف معينة طبعا اشتركوا في القناة يعني كفاية حرفية وكفاية عبادات شكلية هذا السفر ليسي ما تقصى به الحقيقة سفر ملاخي بيقدم لنا الوصية الختمية وبيجاوب وبيعالج تساؤلات كثيرة للشعب اليهودي يعني الشعب اليهودي كانوا دايما يتساؤلوا ربنا احبنا فين بما احببتنا احببتنا ازاي يا رب كانوا متصورين ان ربنا هيجي ويقيم مملكة ارضية ويعني يفيد عليهم بالبركات الارضية ربنا يقول لهم انت احتقرتموني يقولوله بما احتقرناك يقولهم سلبتموني يقولهم بما سلبناك فجاوبهم اه في العشور والتقدمات فهذا السفر اجاب على التساؤلات كثيرة هذا السفر ايضا تحزير للكهنة في ذلك الوقت لان الكهنة كان برضو محالتهم الروحية تدهورت كانوا يقدموا زبائح معيوبة نحن تعرفون الزبائح دي كلها تشير الى زباحة العهد الجديد السيد المسيح لازم تكون الزباح كلها جيدة الحمل الذي بلعيب فالكهنة ابتدوا يتهون شوية مع الشعب هذا السفر يعني اكتر الاصفار اللي خصص اصحاح يمكن كامل بخصوص العشور ختاما هذا السفر هو اللي بشر بقى لتشرق لكم شمس البر والشفاء في اجنحتها بشرهم بان المسيح بقى هو اللي هيجي ويصلح كل الامور بتاع الحياة الروحية جميل يا قتابونا احنا بقى محتاجين نرجع للخطاب نفسه احنا قلنا من البداية انه هدفنا النهاردة في حلقتنا ان احنا نقول الرسالة اللي ربنا عايز يوضح حالنا من خلال العدد او الاعداد اللي احنا قرناها دلوقتي مع كل المشاهدين ايه بقى مضمون الرسالة دي يا قتابونا محتاجين نفهمها اكتر الحقيقة لو تأملنا في الايات نلاقي كلمات صعبة قوي يعني فيه تساؤل ربنا يقول كده ايسلب الانسان الله يسلب يعني يسرق يعني لو تصورنا ان واحد بيسرق التاني طبعا هيسرقه من غير ما يحس فربما البشر مفكرين ان ربنا مش هيحس بيهم اه ازاي ربنا مش هيحس بيهم وازاي السيد المسيح حس بالارمالة اللي قلقت الفلسين فربنا حاسس بكل شيء وشايف كل شيء ابونا انا يعني حس في النقطة دي انه ممكن يكون ربنا هنا بيعاتبنا انه ربنا فعلا بيعاتب الناس انتو بتسرقوني هو بيعاتبنا وبيفوقنا يعني بيعاتبنا ان احنا اكلنا حقه لانه حق العشور وبيفوقنا يقولنا اصحوا انتو كده بتسرقوني دي مقدسات لما انتو هتسرقوني وتسرقوا حقي طب منين بيت الرب هيعول الكهنة واللاويين منين هيعول المرضى منين هيعول فده ما وضوع خطير منين انتو جبتوا اللي عندكو اصلا انتو بتسرقوني وانا اللي مديكو الحاجات دي دي مش قدانا انا بسرق حق ربنا نفسه زي صاحب عمل يأتمن واحد على شغله مش مثلا يتكسل في عمله بس لا ده بيمد ايده وكمان ياخد حقه ياخد رأس مال انا استأمنتوكو على حاجة وانتو ما كندوش قادرين تشيل الامانة بشكل كويس فالموضوع خطير ايه كمان يا ابونا فيه منتهى القسوة وفيه عدم احترام للوصية وعدم محبة يعني اما انا منفسه وسيط ربنا اما منفسه وسيط ابويا الارض يبقى انا مش بحترمه فيه عدم تقدير لربنا نقطة تانية فيه عدم محبة المسيح قال من يحبني يحفظ وصيائي طب من ضمنه وصياء ربنا العشور يبقى فيه عدم محبة لربنا وعدم محبة لاخواتي لان اخواتي المحتاجين انا بضن عليهم بالعشور اللي هي حق ربنا ابونا فيه يعني عدد كده من الاول خالص احنا قلنا ان هو ده المهم يعني هو ده محور برنامجنا كله من الاول والاخر قلنا انه في العدد ده ربنا قال هاتوا جميع العشور الى الخزنة ليكون في بيت طعام وجربوني بهذا يعني يمكن لحظنا انه ربنا اول مرة يقول جربوني ربنا اول مرة يسمح بالتجربة لنفسه يعني ربنا دايما يقول الله غير مجرب بالشرور الله غير مجرب اصلا هنا ليه ربنا قال جربوني وايه الخزنة وايه اللي يكون في بيته طعام الخزنة طبعا اي بيت لبيت ربنا فيه مكان لجمع العشور والنزور والبكور هذه الخزنة بيطلعوا منها الكاهنة او المسئولين في بيت الله لاحتياجات بيت الله لاحتياجات المحتاجين لاحتياجات الفقر لاحتياجات المرضى فهاتوا جميع العشور وكلمة جميع دي لأنه فيه أكثر من عشر فيه العشر الأولاني لخدمة لله مقدس لله العشر الثاني للأعياد العشر الثالث للفقرة وهكذا فكلمة جميع العشور يعني فيه أكثر من نوع من العشور وده يمكن أننا تناولناه قبل كده هاتوا وجربوني ربنا كان بيقول لا تجرب الرب إلهك ولكن فيه وصاية لها وعد فيه وصية مثلا اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض أما هذه الوصية فيها تجربة جربني طيب أنت أدي أحد القديسين قال إيه قال ما تستناش لما ربنا يديك عشان كده أنت تدي العشور طيب ابتدي أنت ابتدي أنت باللي عندك أحد القديسين قال إيه بقى قال لو وديت لربنا مية هيديك ألف ولو وديت ميتين هيديك ألفين يعني إيه تعالى اعمل تست وجربني مش بغرض التست لا يعني يا ربنا ما يباتش مديون أبدا إلا ما أفتح لكم كوى السماء حتى لا توسع يعني حتى ما خازنك لا تتسع لا تكفي للبركات ربنا ما يباتش مديون أبدا حلوة القملة دي أبونا بس مش فهمينها يعني يعني هي أنا حساها بس مش عارفة أنا فهمها صح ولا غلط ما هو إحنا اللي عنينا دا مش دين اللي بنعمله لربنا دا مش دين على ربنا هو طبعا مش بقصد دين يعني أنت أعطوا تعطوا أعطوا تعطوا أنا هعطي ربنا هيعطيني أكتر الإجابة دي هتترجم من خلال قصة يعني أنا أريتها لأحد الأباء الكهنة كان ليه ابن في كاليفورنيا ورح يزور أبونا دا رح يزور الكنيسة فابنه قبله قال له يا ابونا تعالى زورني فأخذوا زوره في البيت لقى ابنه دا في أصر كبير وفيه حمام سباحة وجناين وكده فبيقول له يا ابونا مش فكرني قال له لا فكرني قال له أنا ابنك فلان من عشرين سنة أنت أنت كنت أب باعترافي وأنا في مصر قال له يا ابونا عارف البركات دي جات منين قال له منين قال له أنا جيت أمريكا قلت أنا إيه الفايدة أن أنا يعني أملك العالم كله ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه فأنا حط وتعهدت مع ربنا أي دولار يجي لي أدفع منه لأشور يجيني عشرة أدفع دولار يجي لي مية أدفع المهم يعني فضل يدفع لأشور ربنا يعطي أكتر يدفع لأشور ربنا يعطي أكتر لغاية لما بقى يبعت من أشوره لمصر ويسدد احتياجات المحتاجين وبقى يدفع من التسعة أعشار لدرجة أنه بيقول لأبونا يا بونا أنا في مرة بصلي بقول لأربنا كفاية يا رب بقى كده أنا خايف على نفسي من الغنى خايف على نفسي من المال كفاية يا رب وربنا عمال يديني إذن يعني هاتوا العشور وجربوا لي أبونا يعني أنا عارفة أن الكلام حلو لكن محتاجين كده في النهاية كلنا عارفين أن العشور مهمة وكلنا مفروض أن احنا ندفع عشور كل حاجة بتجي لنا مش عدد مش فلوس أو مش لبس أو حاجات كتير لو أنا ما دفعتش حيحصل لي إيه ولو دفعت إيه البركة اللي أخذها من العشور في النهاية كلنا طيب في النهاية أنا أقول لحضرتك لو ما دفعتش يجاوب علينا القديس أمبروسيوس على السؤال ده قال الله أعطاك الكثير أعطاك عشرة عشور ترك لك تسعة واحتفظ لنفسه بالعشر فإن لم تعطيه العشر أخذ التسعة مش هيبقى فيهم بركة سيدنا البابا شنودة ربنا يطول عمره يقول تسعة في واحد يساوي تسعة لكن عشرة في صفر صفر يبقى إيه الأكتر تسعة جميل ولو تقدمت العشور البركة اللي أخذها ده دي بركات كتيرة أول لو سمحتي لأقرأ بعض الآيات من الكتاب المقدس عن بركات العشور يعني مثلا والعطاء يعني أعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا تعطونا في مخازنكم طوبة لمن يتعطف على المسكين والفقير في يوم الشر ينجيه الرب وهنا أسكر قصة سريعة لأم كان دايما تعطي العشور أم أرمى لو لها بنت وحيدة سريع ليبونا سريع دايما تعطي العشور وبعدين راح ترحلة مرمينة في ماكروباس ما كانش ليس거 طلق أماما هدا وبعدين وهم في الرحلة ماكروباس تقلب بيهم كلهم خرجوا المكروباس ما لقلوش البنت كان المكروباس مقفول دوروا على البنت مش لقينها فقالوا بس البنت تحت المكروباس قعدوا تكاتفوا زقوا الميكروباس طبعا قالوا هيلقوا بيسا ميتا قد تاري الميكروباس لما يتقلب يتقلب على حفرة والبنت في الحفرة السليمة يا ربي لأن ربنا بينجي يعني حتى الآية بتقول الصدقة تنجي من الموت أبو ناقصة جميلة مضطرة أنهي بها الفقرة دي وبشكر قدسك جدا لوجودك معنا وقدسك النهاردة يعني أمتعتنا بكلامك شكرا لقدسك أنا بشكرك وبشكر قناة سي تي في كل سنة وانتو طيبين اتفعنا من الحلقة اللي فاتت أنه حياتنا عبارة عن كتاب مليانة أوراق ومليانة صفحات هنخرج نشوف دلوقتي دراما من أوراق كتاب الحياة ونرجع نتكمل كلامنا وحلقتنا خليكم معنا اشتركوا في القناة ايه ايه دا تبتعمل ايه ميت جنيب حالهم ايوه ما هو هو دا عشور داخلي لا 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 رجل كفاية عشرين بيتك اولى وبعدين ربنا عارف احتياجاتك استنى استنى ايه دا عشرين جنيه كمان كتير هي خمسة جنيه كفاية عم الحياة بقت صعبة عم كرم وربنا احنا عين ايه 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 ادرب كلاكس كده لما اغزة كمان واحد زي العسل صدهم حشر شوية عسل مغزة تسديك ايه 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 على حاجة اسمها بساتم بالبساتم ايه بساتم ايه ساعتك تفهم في الميكانيكا وش السلندر بقى وش السلندر ضاعة بقى انت بتتكلم في عمرة كده حضرة لا 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 عمرة ايه الحمد لله ساعتك تفهم في الميكانيكا الف جنيه المصنعية بالنسبة لنا عشان احنا جران واخوات واصحابي انا انا متنازع على المصنعية ساعتك تفهم في الميكانيكا ايه الف جنيه يا ناس يا ناس حرام عليكو حد ايه 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 يا اساس كرم حلمك شوية هتكثر الباب سانسير مز متعالج ولا حاجة ام المال انا سانسير سانسير عطلان من الصبح عطلان يعني انا هطلع التسعة تدور دول كلهم على رجلي انا هلكان يا ناس ايه الرياض يا اساس كرم ايه يعني وبعدين معلاش النهاردة بس وبكرة يتصلح ان شاء الله ولما هو عطلان من النهاردة ما جبتش المهندس من النهاردة ليه عشان يصلحوا النهاردة ومن كان اني ما جيبتوش النهاردة انا جيبتوشافو وجال ان المطور اتحرجوا والحاجات المدركيه التانية اللي بتطلعوا دي وجال اللي تلم الفلوس النهاردة انصلحوا بكرة فلوس؟ فلوس ايه؟ تمن المطور والحاجات اللي اتحرجت الصيانة يعني اه وقال لك هتلم كم من كل ساكن 320 جنيه ايوه اصلوا ما اعرف وجال المرة دي هنجيبلكم مطول صيني اصلي 320 جنيه اهي كم لد هلو ناقص هلاقيها منين او منين ايه العربية ولا الاصنصير ويعلم هطل علي ايه مستنيني فوق بقى في البيت هو فيه فيه بس يا رب فيه من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد اهلا بكم مجاهدينا مرة تانية واخر فقرات حلقاتنا النهاردة سؤال وجواب وفيها بنحاول نستقبل كل الاسئلة اللي بتدور في ازهانكو او في بال اي واحد فيكو عن فكرة العشور وعن طبيعة العشور في الفقرة دي بنحاول نحل كل الاسئلة اللي تتيجي في بال كل واحد فينا بساعدنا بشرفنا في حلقاتنا النهاردة يكون معنا نيافة الحبر الجليل لانبع مكسيموس اسكوف بنها وقوسنا سيدنا بنرحب بنيافتك جدا ومبسوطين قوي ان نيافتك معنا النهاردة شكرا سيدنا معنا كده تقرير صغير عملناه وسألنا بعض الناس يعني محتاجين يسألوا ايه عن العشور وهم سألوا مجموعة اسئلة نشوفها مع نيافتك دلاتي نشوفها مع كل المشاهدين بالنسبة للعهد الجديد زي المسيح والصانى بيقول ايه ان لم يزود بركم على الكتب والفريسيين فلان تدخلوا ملكوت الساموات اللي موجودة في انجيل متى فهل فعلا المفروض احنا ندي اكتر من العشور ولا ايه؟ هل العشور كانت في العهد القديم بس؟ ولا في العهد الجديد كمان؟ وايه الشهاد الكتابي الموجود في العهد الجديد؟ وعند المشروع الخاص بي فبحب اعرف يعني بالنسبة للعشور هل تدفع من صف الربح بعد الاجرات والمرتبات والمصاريف في المكان ولا من اجمال الربح تم مكان فاحب الصفصة عن موضوع ده يعني انا بس بابا وماما بيدوني مصروفي محدود فانا مش عارف ادفع من العشور ولا بابا وماما يدفعه بكاني ولا ادفع انا من مصروفي اسئلة حلو قوي اخر سؤال حلو قوي سيدنا محتاجين بعرضين يفتك كده على كل سؤال يفتك نتذكر اسئلة ولا نرجحها معا يفتك بالنسبة للسؤال الاولاني اللي هي الوصية اللي ميزت بالركم على الكتبة الفرسين فلن تدخلوا ملكوت السماوات فبيسأل هل مفروض العشور العشور في العهد القديم كانت الحد الاقصى اليهودي كان مدقق جدا في العشور بس مقدرش يزود عنه مقدرش يعني كان يبقى لو زرع شوية شبت او كمون او او حاج كده في طرف الغيط كان لازم نطلع عشوره بس مقدرش يتعدى اما احنا في العهد الجديد سيد المسيح مجاش ينقض بل يكمل فبقت وصية العشور هي الحد الادنى نتعداها ونقوله رب ايه الكل منك ومن يدك اعطيناك لكن ما نقلش ابدا عن العشور لا ما نقلش نزيد ما نقلش تمام والزيادة دي في كل حاجة يعني لو انا مثلا عندي زرع وعندي مواشي وعندي محلات وعندي فلوس وعندي وعندي الحاجات اللي عندي دي كلها اطلع عشور من كل حاجة فيه الحد الادنى العشور من كل حاجة فيه يا سيدا من اي دخلي بيجيلي مهما كان مصدر يا ممت واحد يبقى له ما هي وعمل مشروع صغير وعنده حتة ارض في البلد بتجيب له اجار في السنة اي قرش بيدخل بيتي قبل ما يدخل اعطي الله اطلع ايه عشوره كحد ادنى ويجربوا بركة العشور بدأوا ميزودوا لانهم حسوا ان ربنا بقاش مديون ان ربنا بيديهم بيقديه لتنين دي واحد كده قال لي انا دخلت على طمع قال لي انا مكنش بدي عشور لما بدأت ادي عشور لقيت بركة ربنا عجيبة وربنا ميبادش مديون فبقيت ادي اكتر عشان ربنا يدينا اكتر قال لي انا دخلت على طمع طمع في البركة ده طمع مشروع تانا اللي كان بيصد على السؤال التاني بيقول هل العشور كانت في العهد القديم بس ولا كمان في العهد الجديد و ايه نص الكتابي اللي موجود في العهد الجديد بتكلم عن العشور ايه زي ما قلت حقيقي ان اساسا سال المسيح ما جاش ينقض الكتاب الوصية اللي المسيح ما نقضهاش فهي ايه بتكمل يعني مثلا كان فيه وصية بالسبت في العهد الجديد الحد بقدر ايه السبت فاتلغى السبت بقى في ايه الحد كان فيه زبائع العهد القديم الخمسة فالعهد الجديد بقى فيه صباحة الصليب فاتلغوا الزبائح الايه الخمسة وهكذا اما وصية العشور فالمسيح ما لغهاش انه ما كملها بقى اش كده قال فيه في لوء 14 كل واحد لا يطرق جميع امواله لا يقدر ان يكون ليه تلميزا اذا هنا بقى مش العشور ولا عشرين كل الاموال طبعا هنا تنفيذ الاية دي مهم مش مقصود بيها ان الواحد النهاردة يروح يبيع كل حاجة لالى كده بقى مفيش حد فينا تلميز المسيح لكن هنا مقصود الاستعداد النفسي والزهني ان انا اتنازل عن اي شيء امتلكه لو في اي لحظة خيرت بين المسيح وبين ما املكه لكن يا سيدنا في العهد القديم لحد ما كان النص الكتابي او الشاهد الكتابي واضح ايوا انه انا يا رب حديك عشور اني هعشر لك اني هعمل لكن في العهد الجديد نيافتك بتقول مش معناه كده لكن معناه انه انا ادل ربنا حاجة من عندي لكن ما فيش نص الكتابي واضح ما انا بقولت حقيقة الوصية اللي ما تلغتش في العهد مش ما تلغتش يعني ما جاش نص يكملها فهي زي ما هي بس ايه بكملها بزودها بزودها بقى زي ما قلتك مثلا كان فيه وصية الختان الختان كان رمز للمعمودية بما جيء المعمودية اتلغى الختان بما جيء الصليب اتلغى زبائح العهد القديم لكن بالنسبة للعشور المسيح ما لغهاش ما فيش بديل ليها فهي موجودة بس ايه بنكملها بقت هي الحد الادنى ونتعداها ونقوله رب ايه من يدك الكل ومن يدك اعطيناك طب هل يا سيدنا فيه مثلا نص كتابي بيقول انه كان في العهد القديم كانت العشور هي الحد الادنى لا الاقصى الاسفة الاقصى وفي العهد الجديد بقت الادنى ما انا بقوله في العهد القديم كانت الوصية واضحة لانهما كانوا لسه في سنة أولى ابتدائي لسه ايه لسه صغيرين فالواسية تبقى واضحة جد يقال له مثلا تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة واضحة جدا انه هو العشر عشر حنتتك وخمرك وزيتك وابكار بقرك وغنمك لكي تتعلم ان تتقي الرب اله تسنية اربعتاشر اتنين وعشرين فامثال يقول كده اكرم الرب من مالك ومن كل بكورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيد معاصرك مستارا امثال تلاتة هاتوا العشور وجربوني ملاخي تلاتة عشر ففي العهد القديم لازم نوصلت بقى واضحة وصريحة لانهما لسه فين في حضانة روحي احنا في عصر النعمة حاسين ان ربنا يسوع المسيح جيه مش ادانا اشور لادانا ذاته جيه هما ساعاتا ما كانوش لسه طبعا ما يعرفوش بقى لما جيه سيد المسيح له المجد وادانا ذاته وبزل ذاته عصري مش عشور ذاته عصريب وسبلنا على المسبح جسده ودمه فانتقل هذه الروح العهد الجيش كده في العهد الجديد نلاقي ان في سفر عمل للرسل في بداية الكنيسة كانوا بيروحوا بيبيوحوا وقلهم واملكهم ويحطوا الفلوس تحت اقدام الرسل وكل واحد كان بياخد حسب ما يحتاج كانش حدي فيه اي فقيره محتاج فعطاء المسيح العطاء الكل ده روح سارت في الكنيسة كلها ما بقاش بقى العشور بقى كل ما املك حياتي ولادي كل ما املك هو ملكي ربنا حاجة يسموه مسيحي رأى يعني سيدنا السؤال التالت بيقول انا عندي مشروع خاص بيا عايز اعرف هل العشور بتفحها من صاف الربح بعد الاجارات والمرتبات والمصاريف ولا من اجمال الربح هو ده السؤال برضو حالي هو العشور صاحب المشروع بيطلحها من صاف الربح بس مش بقى يعني طلع مثلا شربنا شاي بكذا ودفعنا مش عارف ايه لا الحاجات الاساسية اللي مرتب مصاريف مرتبات حاجات اساسية دي تطلع بزبط كده بزبط كده الحاجات الاساسية لكن مش قول انا دفعت الاهواج كذا ودفعت مش عارف العسكري لا لا المصاريف الاساسية وده ينقلنا برضو للبيت نتكلم عن البيت العادي واحد بيقبض مهيتهم يا ترى يطلع عشور المهية ولا يطلع منها الإيجار والمية والنور والغاز والدروس والجزار واللي يفطل يطلع منه العشور لا بالنسبة للبيت الدخل اللي بيخش بيتي قبل ما حطه في صندوقي اطلع ايه؟ حق يا ربان يعني قبل الإيجار والمية والنور ده بالنسبة للبيت اه يعني يا سيدنا البيت مش زي المشارية لا لا المشروع انا بشوف صافي الربح طب ايه الفرق يعني يا سيد؟ ما انا بقولك لان دي مصاريف اساسية تخص المشروع لكن في البيت مش هطلع بقى الإيجار والمية والنور والبقال لانه حيفضل مش حيفضل حاجة مش حاجة فبالنسبة البيت بطلع عشرة في المية من القرش الداخلي ما هيتي قبل ما تخش ما هيت شريك حياتي قبل ما حطها في صندوق الخاص في البيت ببقى عامل صندوق ده ربنا كده العشرة فينا بتوع ربانا بحطهم ايه؟ فيها عشان اصرف منها على ربانا سيدنا اخر سؤال معانا هي بتقول انه بابا وماما بدوني مصروف قليل انا مش عارفة ادفع منه العشور ولا بابا وماما بيدفعه مكاني ولا انا ادفع من مصروفي لازم نتعود من الصغر ان احنا نطلع عشورنا من مصروف الصغير بسيط سيدنا انا مش عايز اعطى كلامني يا فتك لكن هو اللي انا عارفاه ما اعرفش انا يمكن اكون معلوماتي غلط لكن اللي انا عارفاه انه مفوض العشور تطلعها من حاجة انا تعبت فيها يعني انا مثلا بشتغل فباخد مرتبي مفوض ادفع منه عشوري لكن مش من فلوس مثلا يفتك بيت الدهالي لا برضا بعد اذنك لا افردي مثلا عندك قطعة ارض في البلد ورساها وبتجيب لك ايجار سنو تمشي بتاعي فيها لكن ده دخل لا ارضي اه لا دخل اذا الموضوع مش اتعب ما اتعبش اي دخل بيدخل جيبك لازم قابليها انطلع حق اربانه خلاص مش مش موجود تعبت ام ما تعبتش لا اي دخل بيخش لي قبل ما دخله عندي اطلع حق اربانه ان يكون الله اولا ارجع تاني المصروف ده المهم قوي لان ماريس حق السورياني قال عبارة جميلة قال اللي ما يديش من الدرهم مش حيدي من الالف دينار تاني ماريس حقال كده اللي مش حيدي من الدرهم يا الدرهم ده عملا بسيط مش حيدي من الالف دينار ولو سألت الناس اللي بيحبوا الوسيط العشوري يقولك احنا تعلمناها في بيوتنا بابا علمني ان قبل ما اخد مصرفه واصرفه اطلع ايه عشوري فاعلموا اولادكم عشان فيها ساعة واحدة يسأل ازاي ادرب ولادي على العطاء دربوا وانك تبقى قدوته ده نمرة واحد لان اولادنا اطلعوا زي ما احنا عايشين يعني الطفل اللي بتربى ببيت بابا مضاقف الولاد بصوا ده السندوق ده بتاع ربنا ويطلع عشوري حطاء ده ولاد الولد لما يكبر ويبقى له بيت اول حاجة يعملها مع شريك حياته يقولهم ده السندوق زي اللي انا تعلمته في بيت كذلك نعلم ولادنا من صغرهم ان المصروف بالرغم انه صغير بالرغم ان بابا دفع دفع عشوري على ميته ومع كده برضه لازم اتعلم من صغري ان انا اطلع من مصروفي واطلع من العدية اللي باخدها من قريبي عشان لما تعود اطلع من الدرهم هارف اطلع من الحاجة الكبيرة هطلع من الالف دينار لما اكبر ان شاء الله لان اقول لها امرك لله لازم تتفعي ايه وامرك لله نينفت الحبر الجليل اما مكسيموس اسكف بانها واقوسنا انا اتشرفت جدا وسعبت جدا باللقاء نيفتك وبودك معي النهار ده شكرا لنيفتك شكرا شكرا في النهاية عايزين نفكر كل واحد ايه بتفرج علينا انه لو عد عليك موقف كده في حياتك خاص بالعشور او حصل معك موقف ونسيت في مرة تدفع عشورك او بخلت على ربنا شوية انك تدفع العشور ربنا ارى سودانك يا ريت تبعطونا المواقف دي او لو عندك اي سؤال على الايميل الموجود قدامكو دلوقتي على الشاشة او كلمونا على تليفونات البرنامج عايزين نقول ان كل واحد بينسى يدي ربنا عشوره ده كده بيسرقوه كده بيزعل منه ربنا لانه ربنا مش ليه بس حق في الفلوس ربنا حتى ليه حق في الوقت اللي احنا عايشينه نتعود من البداية خالص انه نحط عشورنا من الحجل الصغيرة علشان نعرف نحطها من الحجل كبير زي ما سيدنا قالنا النهاردة شكرا ونقبلكو في حلقة جديدة واجربوني شكرا 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 شكرا